الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثاني عشر من يوليو لدينا تطورات همة وتطورات خطيرة تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوق تعيتي معلومة وأدعونا نبدأ مباشرة باتجاه محور دانياتك حيث بدأت القوات الروسية معركة اقتحام نوفو سليفكا فبعد عمليات تطويق لمدة طويلة وعمليات تقدم من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية استطاعت الوحدات الروسية إحراز تقدم في عدة اتجاهات في هذه المنطقة بداية دخلت القوات الروسية من الجهة الشمالية الشرقية إلى نوفو سليفكا على مساحة كبيرة ونطاق كبير اقتحمت منذ أمس القوات الروسية المنطقة هنا ووصلت وسيطرت على هذه الشوارع والأحياء كما تلاحظون في هذه المنطقة تمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها بشكل كامل وأعود وأذكر لمن يشاهدون القناة لأول مرة اللون الزهري يرمز إلى سيطرة القوات الروسية ضمن المنطقة وبالتالي تلاحظون حجم السيطرة الروسية اقتحام كبير في وقت واحد بمعاقل القوات الأوكرانية وأيضا كما تلاحظون في هذه المنطقة استطاعت الوحدات الروسية أن تزيد الضغط في هذه المنطقة تقدمت بعمق 622 مترا على امتداد 1.2 كيلومات وأيضا في الجهة الشرقية تقدمت الوحدات الروسية بعمق 400 متر على امتداد 1.4 كيلومات وبالتالي القوات الروسية تخوض معركة كبيرة لحسب ملف هذه المنطقة التي حدثتكم عنها بالأمش فقلت لكم أن القوات الروسية تحاول علاج المنطقة الممتدة من ياسنو بروديفكا وصير نوفوسيليفكا طبعا في هذه المنطقة كما تلاحظون القوات الروسية تفصل بعد السيطرة على ياسنو بروديفكا وبالتالي تضغط على الفراغ هنا على هذه الأراضي ويبقى أمام هذه المنطقة السكنية ومع دخول القوات الروسية إلى هذه المنطقة السكنية بشكل كبير والحصول على موطق قدم وتثبيت نقاط سيطرة لها ودع الروس يعتبر أفضل من ناحية العمليات العسكرية زيادة الضغط على هذه الاتجاهات هذه المناطق التي تركها تحت السيطرة الأوكرانية وأيضا محاولة الوصول إلى الخط الدفاعي الثالث الذي قلنا أنه يمثله اللون الأزرق هذا المجل المائي وبالتالي القوات الروسية تقترب بنطاق واسع من هذا الخط بعدة اتجاهات لذلك الموجود هنا من القوات الأوكرانية أم عرضة لعملية تطويق من قبل القوات الروسية على هذا النحو والموجودين هنا في هذه المنطقة أيضا عرضة لعمليات تطويق من قبل القوات الروسية في حال استطاعت القوات الروسية التحرك بشكل مناسب في هذه المنطقة لذلك أحبائي ننتظر ما ستقول إليه الأمور ولكن هناك ضغط كبير من قبل القوات الروسية في هذا الاتجاه لحسم ملف هذه البلدة الكبيرة جدا في محيط قطاع أفديفكا وللتعد احتى أكبر بلدات الخط الدفاع الثاني الذي كانت تعول عليه القوات الأوكرانية في محيط أفديفكا لوقف تقدم القوات الروسية وبالتالي أيضا أحبائي فيما يتعلق بتجاهي في محيط تجري المعارك في هذه المنطقة باللون الرمادي هذه المنطقة التي تمتد على مسافة كيلومتر ونصف وبعدد سبعمائة مات طبعا هذه المنطقة يمكن أن نقول أنها أقرب إلى موشوة عملية التطهير وليست منطقة رمادية ولكن أريد أن تأكد أكثر أن القوات الروسية موجودة في كامل هذه المنطقة أيضا القوات الأوكرانية موجودة على هذه التحصينات كانت تحاول كيوم بعمليات إخلاء كي لا تقع في فخ تطويق من قبل القوات الروسية بذلك هذه المنطقة هنا كما أشرنا في وقت سابق بعد معركة أفديفكا واستخدام تكتيكات نفس الاقتحام الذي حصل في أفديفكا وتحدثنا عنه أنه عمليات قصف كبيرة بقنابل الفاب فإما تندفع القوات الأوكرانية وتتراجع وتنسحب وإما تتعرض لقضاء عليها وأيضا يحاول الأوكران تفادي عمليات الأسر ففي موضوع الأسر نسبة الأوكران الأسرة هي أعلى بكثير من نسبة الروس الأسرة وبالتالي يحتاجون في هذا الموضوع ورقة الأسر هي ورقة تفاوض هامة جدا وبالتالي يحاول الأوكران تفادي عملية وقوع مزيد من قواتهم في الأسر كي لا تكون ورقة قوة بيد القوات الروسية أيضا في موضوع إجراء عمليات تبادل في آخر عمليات تبادل لتبادل 300 مقابل 300 ولكن الأوكران أصر على أن يكون العدد أقال من 100 كي لا يتم التخلص بسرعة أو نفاذ كمية الأسرة لديهم لذلك هذه ورقة هامة جدا تذكروها دوما وهذه تؤثر في العمليات العسكرية والقرارات العسكرية على الأرض لذلك أقول لكم دوما ضككوا جيدا بكلامي حول ما أقوله وكيف تؤثر بعض التفاصيل الهمة وكيف يتم احتساب الأمور مثلا الخطوة بسيطة كهذا تفصيل الأسرة يعني يضغط بموضوع الميدان ويضغط لاحقا بموضوع التفاوض بذلك يتم اتخاذ القرارات بناء على بعض هذه التفاصيل أما في اتجاه نيورك وتوريت تستمر المواجهات معارك كبيرة ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة وأنا اسمحوا لي أن نتوجه مباشرة باتجاه خاركيف حيث استطاعت القوات الأوكرانية إحراث مزيد من التقدم في اتجاه البوكي طبعا في هذه المنطقة تقدمت القوات الأوكرانية على انتداد 1.8 كم وبعمق في هذه المنطقة 727 مترا وبالتالي الوحدات الأوكرانية تلاحظون سيطرت على الطريق المؤدي إلى البلدة وتعتمد القوات الروسية في إمداداتها في هذه المنطقة على طرق مختلفة تأتي مثلا من هذه المنطقة تأتي إمدادات من باقي الكرة الموجودة هنا وتصل إلى البوكي ولكن القوات الأوكرانية شرحت لكم سابقا عازمة على السيطرة على هذه المنطقة بداية لقطع طريق أمام القوات الروسية الموجودة هنا طبعا سيتم محاصرتها في حال لم يتم شن هجمات مضادة من قبل القوات الروسية وهذا أمر هام جدا وخطير للكوات الروسية في حال لم يتم تفادي هذه المسألة وهذه الخطورة وأيضا تحاول القوات الأوكرانية بعملية التفاف على القوات الأوكرانية وتعريض خط الإمداد في البوكي ولذلك القوات الروسية أيضا الموجودة هنا في خطر طبعا عملية تطويق وعملية أثر في حال لم تتدارك الموضوع وفي حال لم يتم إرسال تعزيزات إلى هذه المنطقة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه لذلك المعارك كبيرة المعارك ليست سهلة إطلاقا في هذا الاتجاه ويترافق كل ذلك مع عمليات استهداف كبيرة من قبل الطائرات بدون طيار الأوكرانية بالتجاه الشيبكينو ومنطقة بيلغوراد وهناك كثير من الجرحة هناك كان قطيل مدني ونحو ثلاثين جريح بعضهم في حال الخطر تم إرسالهم للعلاج في مستشفيات ممتازة لأن الإصابات كانت قوية لذلك ضغط كبير من قبل القوات الأوكرانية في اتجاه خاركيف وأعود وأذكركم بما قلته لكم سابقا خاركيف هل هي هدف رئيسي أم هي ورقة تفاوض وبالتالي العمليات العسكرية الحالية للقوات الروسية والقوات الأوكرانية مرتبطة بشكل أم بآخر بموضوع التفاوض الجميع يحضر نفسه أنه قد يكون هناك عمليات تفاوض لذلك بمسعى أن ذلك أيضا عليهم أن يتقدموا في الميدان وبالتالي الضغط يزداد شيئا فشيئا مع اقتراب ومحاولات مستمرة من قبل رئيس الوزراء المجر لأن يكون هناك عملية سلام ومؤتمر للسلام أحبائي كما تلاحظون أيضا الاشتباكات متواصلة في محور سينكيفكا وفي هذه المنطقة في كوبيانف ضغط روسي كبير في هذه المنطقة ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة وأيضا اشتباكات متفرقة في عدد من المناطق هذا كان كل شيء حتى صباح اليوم أي جديد سوفكم به لاحقا رجاء لا تنسوا مشاركة الفيديوهات دوما الانضمامي للقناة تفعيل جرس التنبيئات ودعم القناة وشكرا لكم على وقتكم الثمين وإلى اللقاء بفيديو آخرهم